إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أيها الأخوة الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة أحمد عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر من مسجد سليل بيت النبوة سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالها بذكرى ميلاد إمام المتقين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وملائكته وأمرنا أيضا بالصلاة عليه اللهم صلاة وسلام عليك في شهر مولدك اللهم صلاة وسلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض المورود اللهم صلاة وسلام عليك في يوم مولدك اللهم صلاة وسلام عليك في كل وقت وفي كل حين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أيها الإخوة المؤمنون ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ميلاد حضارة إسلامية راقية وضعت للناس أسسا قوية لحياة سعيدة ميلاده صلى الله عليه وسلم كان مظهرا كريما لإعلاء قرامة الإنسان ولنبذ كل عبودية لغير الله عز وجل ميلاده صلى الله عليه وسلم كان قبسا قويا من النور أضاء جوانب العالم المظلم بعثه الله نبيا ورسولا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا أيها الإخوة المؤمنون حسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد آدان المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أكبر 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 حيانا الصلاة حيانا الصلاة حيانا الفلاح غيان الفناك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا للصلاة يرحمكم الله استووا حازوا بين المناكب والأقدام الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراف المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وعبدوا الله ولا تشعقوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا سخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما عزقهم الله وكان الله بهم عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله سمع الله سمع الله سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر أكبر سيد عبد الشافي خلال سمع الله أكبر سمع الله سمع الله أكبر 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 وما جعل أزوازكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أغطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أدعوهم لآبائهم هو أقسط وأحسط عند الله أدعوهم لآبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن مات عمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى بهم ويرم الله غفورا لذلك في كتاب الله ومن نوح معجينا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْتِ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيوًا لِيَسْأَلَى الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ ليسأل الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَأَعَذَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ سَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَمَادِرَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَمَادِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ مَا وَعَذَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَ مَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إن يريدون إلا فرارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم هذا كتابك الكريم رباط بين السماء والأرض وعهد بينك وبين عبادك أعظم وحي نزل من السماء به نهتدي وإليه نحتكم وبأوامره ونواهيه نعمل وعند حدوده نقف ونلتزم اللهم اجعلنا ممن يرعاه حق رعايته وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة ضمن احتفال إذاعة القرآن الكريم بميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الرسول أقول إخوة الإيمان كامل في أخلاقه كامل في أقواله وأفعاله كامل في تصرفاته ومعاملاته كامل في صفاته كامل في كل حياته مثل يحتذا وقدوة حسنة علينا أن نشير على هديه وأن ننفذ وصاياه وأن نعمل بمبادئه وأن ننشرها بين الناس أيها الإخوة المؤمنون الآن نستمع إلى هذه الكلمة المباركة تحت عنوان الرسول وصلة الأرحام رقيها علينا الشيخ سليمان محمود مراد إمام وخطيب المسجد الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الذي أنار الوجود بميلاد أفضل مولود ونعمة الله على كل موجود سيد الوجود محمدا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع يسمع المذنب المضطر بصير يرى في دج الليل الزر عليم عليم بانكسار من ندم وإسرار من أصر الذي أمرنا بصلة الأرحام وجعلها رحمة للمؤمنين وأوجب لهم حقوقا وواجبات فقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن سيدي وحبيبي وقرة عيني محمدا صلى الله عليه وسلم الحبيب إذا قل الحبيب والطبيب إذا عز الطبيب الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور يأتي إليه أعرابي وقد استاضى ضبا من الصحراء فيلقيه في حجره صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد لن أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب فينادي الحبيب على الضب ويقول له يا ضب فيقول لبيك يا رسول الله فيقول له فيقول له أعبد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض مملكته وفي البحر سبيله فيقول له من أنا يا ضب فيقول له أنت رسول الله أفلحا ونجى من آمن بك وصدقك وخاب وخسر من لم يؤمن بك وكذبك كان صلى الله عليه وسلم يعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه سيدي أب القاسم يا رسول الله على قدري أسوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحا ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا ولكني أحبك ملء قلبي فداوي بالوصال فتى جريحا وداوي بالوصال فتى معنى يروم القرب منك ليستريحا فصلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستبع سنتك إلى يوم الدين لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه حتى قبل أن ينزل عليه أو يوحى إليه تشهد بذلك أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاء أهل حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه الوحى وجاء خائفا وقال زملوني زملوني دسروني تسروني فإذا بها رضي الله عنها تقول له لا تخف يا ابن العم والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكرم الضيف وتعين على نوائب الده قالت له ذلك قبل أن يبعث صلاة وسلاما عليه فهو نعمة الله العظمى التي أرسله إلينا رحمة وصلة الأرحام أمر بها المولى سبحانه وتعالى في كتابه فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتام والمساكين وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وأنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال فآت ذا القربة حقه هكذا قال المولى تبارك وتعالى وأمرنا بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام النووي صلة الأرحام هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول طارة بالمال وطارة بالخدمة وطارة بالزيارة والسلام وغير ذلك وقال الإمام القرطبي الرحم التي توصل نوعان رحم عامة ورحم خاصة أما الرحم العامة فهي رحم الدين وهذه الصلة فيها تكون بالتودد والنصيحة والعدل والإنصاف والقيام بالواجبات المستحبة والواجبة أما الرحم الخاصة فهي تزيد على ذلك بالنفقة على الأقارب وهي طرفي الرجل من ناحية أبيه وأمه تزيد عن الرحم العامة بالنفقة على الأقارب والإحسان إليهم والسؤال عنهم والتواضع والتلطف معهم في حالة الغنى والسق وكفايتهم عند الحاجة هكذا تكون صلة الرحم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نبعثني بالحق لا يقبل الله صدقة رجل وله رحم يحتاجون إلى صلاته ويعطيها إلى غيرهم والله لا ينظر الله إليه يوم القيامة هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نعلم أنه يجب علينا أن نصل الأرحام حتى وإن قطعون فلقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي رحم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قل فكأنما تسفهم الملة الملة أي غمات الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك وأبي ذغن الغفاري يقول في حديث أوصاني خليلي بأن لا تأخذني في الله لوم تلائم وأن أصل رحمي وإن أذبرت فيجب على الإنسان أن يصل الرحم حتى وإن أساءوا إليه وحتى وإن أطمروا له الكره وأن يدفع السيئة بالحسنة كما قال المولى سبحانه وتعالى ولقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه يشهد بذلك ما صنعه مع عمه أبي طالب يوم أن مات يوم أن مات فكان يعارض جنازته ويقول بغتك رحم وجزيت خيرا ويوم أن وصل السيدة حريمة السعبية وإخوته من الرضاعة ويوم أن نام في قب السيدة فاطمة بنت أسد حتى يخفف الله عنها ضمة القب فلقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصل الأرحام ويعلم ذلك جيدا وكيف لا وقد قال الله عز وجل فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيستبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين وجمع كلمتنا واجمعنا تحت كلمة واحدة فأنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكل عام